ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لازم تتزوج نزيل ليش لازم تتزوج لازم تتزوج لأن الزواج نص الدين إيش لون نص الدين لعدة أسباب وحدة منهم أن تحافظ على نفسك من المغريات لأن بالزواج تسد الغرائز والرسول صلى الله عليه وآله يقول يأتي زمان على أمة القابض على دينه كالقابض على الجمر فراح تحافظ على نفسك ويكون عندك شريتشة بحياتك وتيب عيال وتكون أسرة مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله تزوجوا فإني مكاثر بكم غدا في القيامة عشان شديد لازم تتزوج النبي صلى الله عليه وآله يقول النكاح سنتي فما نرغب عن سنتي فليس مني في روايات تبين بأنه بالنسبة للزوجة أيما امرأة خدمت زوجها سبعة أيام أغلق الله عنها سبعة أبواب النار وفتح لها ثمانية أبواب الجنة تدخل من أيها شاءت فإذا المرأة تنظر إلى هذه الرواية بأنه في الواقع الزواج باب من أبواب الجنة يعني أنا لما أخدم الزوج رضى الله سبحانه وتعالى فيه وبالتالي أدخل من هذا الباب إلى الجنة من باب الزوجية أدخل إلى الجنة اقتنعت التزوج بتشوف بنت تقعد معاها بس لما تقعد مع البنت قبل الخطبة ما يصير تمثل إنك ملاك نازل من السماء ما فيك ولا عيب بيّن لها شنو شخصيتك أخلاقك أفكارك عيوبك مميزاتك وإنتي نفس الشيء تكلمي عن نفسك بكل وضوح لأن هذه حياة مشتركة بينكم وراح تعيشون في بيت واحد أنا شخصياً من المؤيدين بقوة الخطبة هذا الزمن بالذات لأنه اللي قاعد يحصل الملتشة السريعة عارف السريعة إنهني إيه يخطب ما يمدي أسبوع دالوا خلاص نبينا ملتش نقول سألتوا عنا سألتوا عن البنت سألتوا عن الولد إيه سألنا نفر نفرين قالوا النازلين وخلاص كافي أنا من المؤيدين للخطبة خصوصاً في هذا الزمن لأن الأولاد ومتربين ديك التربية أو الثقافة الأسرية وثقافة العلاقة الزوجية ما عندهم والبنتها من نفس الشيء يعني ما في أمهات يربون عيالهم ترى أنتوا الآن بيت الأهل غير بيت الأب والأم غير تتحولين أنت من مرحلة إلى مرحلة ثانية زواج مسؤولية زوج أولاد يعني مسؤولية كبيرة على البنت والولد هم نفس الشيء أنت مو بس فقط الزواج هو علاقة علاقة زوجية أو هي يعني تشبيع رغبات لا هذه لها مسؤولية لها زوجة عندك زوجة أولاد فهذه الثقافة مو موجودة حقيقة والاستعجان الزواج عواقبها جداً وخيمة من حيث الكلام والأخذ والعطى بينهما قبل عقد القران إذا كان في حدود الضوابط وعدم ترتب المفسدة تحريك قلب ما يصير شهوة ما تصير ما تخضع هي في القول زين وكل واحد يسأل آخر عن طموحة عن تطلعه عن اهتمامه أنه مثلاً إذا تزوجتي تحبين أنت من النوع اللي تشتغلين ولا تحبين مثلاً الحمل اللي بسرعة يصير ولا بعد مدة أنزين أنت شنو اهتمامك أنت طبيعتك ربعك منه تحب تروح الدواوين شنو الاهتمامات اللي عندك تحب تشتغل ولا لا تحب تنوع مصادر الدخل في مثل هالأمور هذه حدود مسموح بها لا بأس بها يتصلون بعض الأخوة بعض الأخوات هل يجوز لي أنا أرى شعرها الشرع يجيز له نعم بشرط أن لا يكون الشخص أو الشاب شاب لعوب يتنقل من فتاة إلى فتاة وهذه مهنته أما إذا كان معلوم مقصده الزواج فيجوز له هذا من الأمور الجائزة وهذه من الضوابط الشرعية أنا تصالي يمكن خمسة قبل سين سنة أو لا أو ستين سنة منزوج يعني أمر ستعي سنزوجوني ما شفت برابولية إلا لجل زفاف لكن ذكر الفقهاء أنه إذا أراد أن يتزوج قاصد الزواج لهذه الوسيلة أن مثلا يرسل واحدة أمه أخته خالته وهي تخبره أن والله الشعر كذا مثلا الزراع كذا والرقبة كذا الأوصاف تنقله هذا ما في معنى أو لا أو أن يرى هو بنفسه بمقدار ما تحصل له الصورة أنه خلاص شافها شاف شعرها بالبداية و رايح يتزوج شاف مثلا ذراعها شاف يعني الموضع المتعارف اللي هي تسترى أمام مثلا النساء مثيلاتها بهالمقدار اللي شاف خلاص بعدين تروح وتتحجب منه بعد بهذا المقدار يجوز النظر يجوز له أن ينظر إليها إذا قررت تتزوجها راح تروح تخطبها سهل السالفة اتيب المهار والملاج وتروحون عند ابوها وبزوجكم على سنة الله ورسوله وتعتبر حفلة صغيرة خاصة بها لك وأهلها اليوم عندهم مثلا نفترض عدة حفلات يسوون حفلة مثلا نفترض لقص المهر مثل ما يقولون حفلة يسوون حق العاقد نفسه حفلة ثانية يسوون حق العرس حفلة استقبال يعني هذه كلها مصاريف تزيد يعني على كاهل الزوج والزوجة والأهل أيضا فالاختصار يكون أفضل يعني عموما سابقا ما كانت بهالصورة الآن قاعدت تكثر وباتر ما يندر بعد يصير ممكن أكثر وأكثر يعني كل يوم قاعد يزيدون شيء معين هذا يخلي الأسر يعني في حرج يمكن بعض الأسر عندهم بعض الأسر يمكن ما عندهم فليش واحد يحرج الناس يعني والأفضل يعني واحد يخلي هالأموال الزوج والزوجة لحياتهم بدأ لها المصاريف الزايدة مثل ما يقولون كل ما مهر أقل أبرك أكثر أبرك لما أقل لكن شو؟ ليش هذا؟ كل من يشوف الثاني يعني هذا تقريبا نصير في جميع الدول كل من يشوف العائلة الثانية إنها يشمعنى مهرها هذه الكثرة هذه الكثرة آلاف فلازم أنا بنتي ما يصير أقل منها والبلات يقول على المهر المتفق عليه ما يذكرونه هذه يعني ظاهرة طيبة حلوة ما يخلون الناس يعرفون كم مهر بنتهم عرفت شلون؟ يعني ممكن إن بعض العوائل يكونوا ما يطلبون مهر كثير يكون المهر قليل ولكن لا يذكر جدا من الناس كم المهر كثير من يعني هالحالات هذه اللي صارت في مختلف الفنادق الراقية وكذا آلت يعني أمورها في نهاية المطاف إلى الانفصال وما استمروا يعني حالات شاهدها أنا أسبوع عشر تيام أسبوعين وراحت مدليل أبدا يعني الكلام التركيز لازم يصير على الانسجام لماذا؟ في مجلس العقد أن يستحب بعد ما الواحد يخلص العقد أن يدعوه للزوجين وهذا أنا دائما أتباح بس يخلص الزوج يقول قبلته التزويج أرفع عيدة أدعو والحضور يأمنون اللهم اجمع شملهما وألف بين قلوبهما وارزقهما ذرية طيبة واصرف عنهما وعننا السوء والبلاء وقض حوائجهما وحوائجنا ساعة العقد الله يستجيب فيها الدعاء هذه الضمانة هذه اللي تعطيه ترجمة نانسي قنقر المسألة المهمة حتى يستقي بالزواج هو مسألة أن يعرف كل من الطرفين حقوقه وواجباته إذا عرف كل من الطرفين حقوقه وواجباته عند ذلك أظل أن المركب تسير وعلى زوجين أن يفهمها مسألة مهمة أن يفهم كل من الزوج والزوجة أن كل منهما قد أتى من أسرة تختلف عن الأسرة الثانية حتى لو كانوا أبلاد عنه المفروض يكون عندنا مؤسسة يكون لها هذا التوجه أن تسوي دورات للشباب وكذلك الشابات ما قبل الزواج يعني نفترض درسين ثلاثة أكثر من المتخصصين الاجتماعيين أو من رجال الدين أو من بعض المتخصصات أيضا في هذا الشأن اللي يعلمونهم شنو الحياة يعني أنتوا على شنو المقبلين شنو راح يصير هذا لازم يفهمونه لأنه ما عندهم خبرة هذول خصوصا اليوم احنا في مدارسنا وفي جامعاتنا وفي كذا ما يعطونها التوجيهات اللي هي يعني الفتاة التي تحتاجها أو الشاب يحتاجها ما فيها التوجيهات نحن تركيزنا من الأسف على الثقافة الدنيوية أكثر على طرف وعلى اللبس وعلى كمام في الأجهزة الإلكترونية وهالأمور كلها وعلى السيارات وعلى المظاهر على الأمور كلها لكن عموما دوغر التربية الأساسية مموجودة عندنا سابقا صحيح ما كان في مدارس وكانوا يروحون عند الملة وما شابه ذلك كذا يتلقون بعض العلوم البسيطة لكن الأهل كانوا يهتمون في تربية البنت وتربية الولد اجتماعيا أن هذا وراء مستقبل اجتماعي وبالتالي لازم نعلمه بطريقة معينة حتى يتحمل المشاكل الموجودة في المستقبل يمكن أن مشاكلي تختلف عن مشاكل واحد ثاني الدنيا كلما تتقدم المشاكل فيها أيضا تختلف فلازم واحد من البداية يعني يعطي اهتمام للولد يعطي اهتمام للبنت النشلون يربيهم لتحمل المشاكل المستقبلية والمشاكل اللي يتيه في المستقبل لأنه مثل ما قلنا يعني المشاكل تختلف فهذا إذا لما يكون عنده استعداد يتحمل يعني مو كل القضية قضية علم لا ما شاء الله واحد أكون ناس عندهم دكتورة وعندهم ماجستير وعندهم كذا لكن في الحياة الاجتماعية لعلهم مو ناجحين الزوج يبي الزوجة تكون من الألف إلى الياء في البيت هي المسؤولة فأنه واجب عليه أن تطبخ ربي العيال وتهتم في أهوى شخصيا وطبعا كعلاقة زوجية لازم هي تكون طبعا ما تعترض أبدا وفوق كل هذا قاعد يعطيها فوق طاقتها أنت روحي بالمصلحي بكهرفشي بصحي وحمل المسؤولة ودي العيال ييب العيال درسي العيال طبيب ما طبيب مكتبة كل الحمل صار على الزوجة وإذا الزوجة ياتعارضت وقالت أنا شغل علي واجب يقول هذا واجب عليك هو حقيقة مواجب يعني بالنسبة للإسلام ما خلي عليها واجب أنا أقول لي يعني أقول قوانين أو واجبات وحقوق مثل ما يقولون هذه موجودة في الإسلام يعني هي مواجب عليها التطباق أو مواجب عليها التكنس أو كذا أو ما شابه ذلك ولا واجب على الزوج أيضا وإنما هي القضية قضية تفاهم و إنه واحد مثل ما يقولون يشيل الثاني أنت أيها الزوج يجب أن تصرف عليها أنت صرفي على عيالك أنت روحي بكل شي أنت اشتري ماشلة البيت أنت صرفي أنت سافر أنت لا من يقول كل هذا على الزوجة هنا تحدث الخلافات الزوجية ما عندنا الثقافة الدينية لمعرفة توق الزوج والزوجة إذا ما وصل إلى اتفاق في أن الزوجة هي من تقوم بأعمال البيت يجب عليها أن يستأجر لها خادمة خادمة تقوم بهذه الأمور في الشارع يعطيها هذا الحق الزوج على أن يطعمك يوفر لك الطعام والشراب ويعطيك تسوة اللباس نزيل ويقوم بمساعدك في تربية الأبناء وتوفير حاجيات الأسرة ولكن أن تحملينه فوق طاقته أنك أنت لازم تسفرني ولازم تلبسني ماركات ولازم تشتري لمجوهرات ولازم أنا ألبس الألماص ما ألبس غيره وهذه الأمور لها هذا أيضا مفهوم خاطئ لازم الزوج تعرف لأن الزوج يعني لازم الوحدة لا تحمله فوق طاقته يضربها الزوج ليش تضربها ما خمت البيت ما وظيفتها تخم البيت ما غسلت السيارة أنا مدخل السيارة مخلت السيارة في مكان بخار وتكييف عيل والله أنا ليش متزوج مغير أنها تخدمني فاهم الخدمة بهالمعنى لا هذا خب من باب الوفاء إذا بقى تسوي شي طيب منها إذا بقى تسوي شي الشارع المقدس أعطاها حق المطالبة بالأجرة أن رضعت ولدها منه تقدر تطالب بأجرة الرضاع بس أنا إلى هذا اليوم ما سمعت وحده ترضع ولدها وتقول حق أبوه عطني الأجرة مع أنه ما أعطيها الشرع الحق ما أعطيها الحق بس ما تسوي شي تب تطبخ من باب مثلا المحبة للزوج من أي باب من باب الخدمة تريد أن تكنس بس أنا مو مجبرة تسوي شي ليومك هذا مفاهمين شنو حقوقهم أنت الحين تزوجت و أنت المسؤول الكامل عن زوجتك فواجب عليك تعيشها بالمستوى اللي كانت عايشته في بيت أهلها و هذي طبيعة الرجل يحب يكون هو المسؤول هني قوامون على النساء ولا تنسى عاشروهن بمعروف ما كو فايدة تعطيها فلوس و أخلاقك موزينة معاها و أنت هذا زوجج ما يصير كل ما قالت كلمة طلعت من البيت بدون إذن و إن حسن التبع إن كثير منهم فاهمين الزواج مجرد يعني إذا صح التعبير بقضاء وقت ملء فراغ على حد تعبير البعض تكزوره نزيل نزوج تزوج ما تزوج يلا العالم تزوجه أتزوج معهم في بعضهم ترى فاهم الزواج لعب فاهم الزواج بروستيج فاهم الزواج فرح مرة بالعمر فاهم الزواج إنه والله أطلع معها و هو يطلع معاي مطاعم و ناسه و سفرات و كذا و إلى آخره يعني إذا الزوج أهل تدخله في حياته زوجية و للأسف و للأسف و للأسف شو شمر أقولها إنه من فئة المثقفات بعد التحدث يعني هذا زمان أول يوم كانت الخالة أم الزوج تدخل في حياة الأزواج نقول أمية ما تفهم جاهلة أنا عندهم العادات و التقاليد إنه لازم زوجة الإبن لازم تكون تحت أمرت أم الزوج هذه الثقافة الآن تغيرت لكن للأسف بعد أشوف أنا مشاكل من فئة الأمهات المثقفات الجامعيات ويمكن شهاداتها أولي أكثر من شدي هي اللي تدخل في حياة ولدها تدخل في حياتهم الزوجية و تبي إن الولد يمشي على كيف كيف أمه مثل ما هي تبي و يكون هذا سبب كبير في المشاكل يعني تدخلهم يكون تدخل فاسي تدخل فيها ظلم للزوجة هذا السبب الأول أو أحيانا تكون تلاي يعني نظلم دايما أم الزوج حتى أم الزوجة تكون لها سبب في يعني فشل حياة زوجية عندما تدخل في حياة بنتها لا تقولي لها كذي وما للشغل في عندها مبدأ أقلم البنت قصة شمة قصة شمة يعني فلسي لا تخلين يكون عندها فلوس يمنهم النصائح حطم الحياة الزوجية يعني لا ترحمينها لا تشفقين عليه وطلبي كل شيء وغصبا علىه لازم ييبلك وإذا ما يبي كيفه وإذا هذا تعالي بيته ومحنا تعباني منش ومحنا عيزاني منش ويشيشون البنت على زوجها ومن ذاك صوب أم الزوج على ولدها ما تبيها هي بتعبتك هي قاتلك شيء خالها تولي خالتروح أنا زوجك واحدة ثانية وما لك شغل فيها يعني هذه الأمور شفتها بالدرجة الأولى والمشكلة الثانية الأمور الثانية الأمور المادية فلوسي وفلوسك فرأ أكثر المشاكل اللي قاعدة تصير الآن فلوسي وفلوسك لا تقول ما بي أتزوج لأن كلها مشاكل كلنا نعارف أن الزواج فيه مشاكل بس هذه الدنيا كلها بتلاءات فشي طبيعي تصير مشاكل لأن كل واحد ياي من بيئة مختلفة فأنت تتنازل عن أمور وهي تتنازل عن أمور وتلتقون في نقطة وصح أنت عندك حقوق بس لا تنسى عليك واجبات وأنتي نفس الطريقة لك حقوق وعليك واجبات فلا تقط اللوم عليها إذا تبي زوجتك تكون السيدة الزهراء كون أنت الإمام علي أحياناً تبدأ المشكلة بأمر بسيط وتنتهي إلى الطلاق يختلفان على لون علبة ولا على لون ما أدري شرشف ولا على لون الغرفة أسماء جداً تافيها يعني فيه ناس طلقوا أن أهيتها بتاخذ حريتها في الطلعة فلما إني الزوج يقول لها لا تطلعين وإذا تطلعين ساعة 19 تكونين بالبيت ترد تقول أنا أبوي يوم كنت أنا في بيت أبوي أبوي ما كان يمنعني من الطلاق أروح وأي على كيفي أتأخر لأن الصليل أبوي ما يقول لي وينش فيه أمي ما أعطتني الحرية أني أنا ألبس على كيف كيفي أنت الحين تقولي هذا اللبسك ما بيش تلبسينه وما بيش تطلعين فيه فخلاص أنا مدام أنك أنت تبي تتحكم فيني مع أنه شوف يعني هذا سبب تافه وزوج خايف عليه يمكن الأبو ما عنده غيرة على بناته ويدأكوب بهات ما عنده غيرة على بناته ولكن الزوج عنده غيرة على زوجته ما يحب هذه أم أياله زوجته بالتالي يقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أي يريد إصلاحه يوفق الله بينه وحكم من الحكمة ومتيبون واحد يطلق يطلقي وكذا لأن في بعضهم كذي منصجك ومضيع شبابك معه منصجك أنت مضيع عمك ألف من تتمناك أنت وتركب راسه الفكرة ويطلق وقعد يدمر بيوت لأنه تدري بالانفصال مو بس واحد مع وحده أكثر الناس خب مو أهل إنصاف وعقل وحكمة لا أهل الزوج يخاصمون الزوجة وأهلها أهل الزوجة يخاصمون الزوج وأهله ربعهني خاصمون ربعهني عداوات تصير غير العقد اللي راح تصير إذا كان بأنهم عيال وأطفال يطلعون يشوفون مثلا برحلة يشوفون مثلا إش كله ضحك وكذا لأن عندهم آباء وأمهات يوصلونهم أحيانا طلعون مع بعض رحلة وحده أو موضوع الإنشاء والتعبير لما مثلا قل لي وين رحتوا بالصيف مثلا ويقول الواحد أنه رحت أنا مع أمي وأبوي ورحنا وكله مع بعض سفراتنا وشم واحد بالصف اللي عايشين مأساة الفراق والانفصال والعقد وكذا وإلى آخر في بعض الأحيان يكون حل ولكن لازم ما يصير استعجال يعني أنا مثل ما أقول لازم يوصل الإنسان إلى آخر مدى بحيث ما يشوف بعد طريق بعدين يمشي في قضية الطلاق القرآن يقول وَلَا تَنْسَوِ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ علشان إذا الواحد بس بقى يهجم بقى يلغي الدور يخليه الآية إيه والله ما أقصر قام بفعل خير واحد اثنين ثلاث أربع معقول أهدم كيان الأسرة من أجل مثلا طبخة محلوة أو من أجل سوء فهم أو من أجل عصبية من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل في قضية كبرت وما تزوجت لا مرة لا يهال قاعد بريحاتك خل نفرض طحت منه بشيلك يبا بعد عمر طويل مت منه بيدعيلك لعل بعض الأسباب التي تمنع بعض المؤمنين والمؤمنات من الزواج في هذه الأيام تأخر الزواج في هذه الأيام ترجع إلى أسباب مادية أن يكون الشخص غير موظف وفي هذه الأيام حتى أهل الإيمان إذا يأتيهم شخص غير موظف لا يعمل يخافون على مستقبل بنتهم أن المستقبل المادي على الأقل أن يكون هذا الشخص موظف الآن موظف هل هو موظف كبير موظف صغير هذه المسألة عائدة إلى فكر الأسر مثل ما أنا قاعدت مع مجموعة من الأخوات اللي رافضين الزواج قلوا ليش نتزوجة الحين وبعد شأن يطلقونا روحي شوفي أختي عندي ثنتين ثلاث خواتي مطلقات عندي صديقتي طلقت عندي فيش مدرين بنت عمي طلقت جارتنا طلقت لما أشوهم هذلك كلهم اطلقوا فأنا ليش أحط نفسي في هذا الموقف باشر اسمي مطلقة باشر عيالي تشردون باشر يجرجرني هذا إلى المحاكم ففي تشاؤم من الحياة الزوجية هذا سبب الأسباب وما أن هذا سبب بالمرة يعني أنا ما اقتنع فيه أن ممكن للحياة الزوجية تكون نهايتها الفشل ممكن للحياة الزوجية تكون نهايتها الطلاق والسبب الثاني صعوبة اختيار البنت للزوج فهي تبي كامل مواصفات تبي من طيولة وتبي من جمالة وتبي من مركزة وتبي من منصبة وتبي من غناء وتبي من فلوسة وتبي من تلي شيء فما تحصلها ما تحصلها هذا يكون سبب أيضا لتأخر البنت عن الزواج والسبب الثالث اللي هو المستوى الثقافي يعني أعرف مثقفات شهاداتهم جدا عالية مهندسات طبيبات لكن اللي تقدموا لهم هو ثقافتهم وايد أقل منهم مراذي تقتنع أنه مشرط تكون الشهادة هي المهمة يعني يكون عندها شهادة طبعا ولكن مشرط تكونه هو بعدها مهندس ودكتور ولا مثلا تكون شهادة جامعية دياما الناس أخذوا فهادة ثانوية أو دبلوم وتوافقوا في حياتهم الزوجية المهم أنت انظري إلى شخصية هذا الإنسان وأخلاق هذا الإنسان ودين هذا الإنسان ما ينظرون إلى هذا الجانب ينظرون إلى الجانب الثقافي والشهادات والمركز والمنصب يقول أنا باجر أخاف إذا ارتبطت وتزوجت أن مسؤوليتي تزداد وما أقدر أمارس شغلي دواويني اللي أروحها رياضتي اللي أمارسها حياتي الروتينية سفراتي اللي أروحها كشتات البر وكذا وإلى آخره هذا هم سبب آخر خاصة إذا شاف كم واحد من ربعه على هالشاكلة يعني مثل ما أنا قاعدت مع بعض الشباب بالعايلة وهذا يقولون إحنا نتخوف من الزواج أقول لهم ليش طي منهم يقول إن من كثر ما شفنا الفساد إحنا ما قمنا نثق في البنات هذا طبعا نبدأ خاطر نبدأ قلت لهم جدا خاطر خلية خربت هذا الشيء ما لازم الشباب يحطون في بالهم أنك إذا صوت علاقات مع بنات يعني منحرفات مع بنات موت ربيات مو معناته إن جميع البنات في هذه الصورة بل بالعكس هناك في بنات مؤمنات هناك في بنات يعني جدا مؤدبات خلوقين يعني خلوقات في التربية سليمة متربين في بيوت أهاليهم وهذه نظرة خاطئة الاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية إذا اختلفتوا في موضوع مو معناته أنت أو أنت غلط هني إحنا لازم ش نسوي نسك الموضوع وبعد فترة نرجع نفتح الموضوع ونتفاهم ونوصل للحل يعني النصيحة للشباب وكذلك البنات أن يدرسون الحياة الاجتماعية بصورة صحيحة يعني لا يعلقون آمال على اللي يشوفونه في التلفزيونات وبرامج المسلسلات وكذا ويعتقدون بأنه هذا اللي موجود في التلفزيون هذا هي الحياة الاجتماعية اللي لازم احنا شنو نعيشها شوف جهاد المرأة حسن التبع إذا شفتي يوم الأيام ولدك يا يطلب الزواج وانتي عارفة أن ولدك ولد مستهتر ما يقدر الحياة الزوجية ولا يقدر الحياة الأسرية ولا يحترم لا الأم ولا الأب ولا أحد وتروحين تزوجينه فأنا أقول لك الأفضل لا تزوجينه الرجل لا يكون جاف يقولون المرأة سمعية والرجل بصري يحب يشوف مرته تتزين له تتعطر له تكون مثلا بصورة حلوة جدامة تلبس الأحلى الملابس ونفس الشيء المرأة أهم تحب تسمع الكلام الطيب من زوجها في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول قول الرجل لزوجته إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا يوم اللي تشوفين بنتك مكفل الزواج فأرجوك أرجوك لا تزوجينها لأنه رح تجنين عليها أحيانا لما كانت تصير مثلا بعض الأمور بين أمير و المؤمن الزهرة شلون كانت توزع الأدوار تقسم فيما بينهم شلون نظموا حياتهم ما دون الباب للزهراء فاطمة ما بعد الباب لعلي عليه السلام وأحيانا أمير المؤمنين لما يدعوا بعض الناس إلى بيته كانوا يعينوا الزهراء على الإعداد و الطبخة إلى آخره نحتاج إحنا مثل هذه الأمثلة مثل هذه الدروس يعني نستحضر التاريخ نحتاج هذه القدوة تخصية من الألة معلومات من حلوة وصلت على آخره وصلت على حلوة وصلت على حلوة حلوة أطفق المترجم للقناة